اه 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 بيرامدز عنده الحافز المادي اه الارفظيع اللي بيتعدى الاهلي والزمالك ماديا في المكافآت وفي عقود بعض اللاعبين ونمرى اتنين بيرامدز فريق غير مجهد بالمر فريق عكس الزمالك والاهلي فريق غير مجهد لم يشارك في البطولة العربية لم يشارك في كأس السوبر السعودي لم يشارك في حتى في كأس مصر لم يلعب الا مباراة واحدة وتم تأجيل المباراة الاخرى في دور 16 بينه وما بين النادي الاهلي حتى الان لم تلعب وبالتالي بيرامدز هو فريق غير مجهد بدنيا حتى معظم لعبته لا تلعب في منتخب بلدها يعني حتى المعظم المتقلقين منهم زي مثلا كينو لا يلعب للبرازيل عمر خربين لم يشارك مع سوريا من فترة كبيرة جدا معظم اللعيبة المحترفة او الموجودة او المصريين ما بيلعبوش مع منتخب مصر يمكن ان عماد دونجا اول مرة في حياته يشارك شارك في مباراة عبدالله السعيد كان فترة الفاتت مستبعد من المنتخب ويقال انه هيعود مرة اخرى وبالتالي عندك بيرامدز فريق يعني غير مجهد بالمرة عنده لعيبة خبرات مفيش ضغوط استطاعني يكسب بالاهلي والذمالك والنهار ده تعادل مع المقص طي하기 حد يقول لي هو تعادل بيرامدز 만약ِ فَمْسِلَحَة مِينِ في مصلحة الزمالك ولا في مصلحة الاهلي ولا في مصلحة مين عشان أكون منصف وحقاني معاكم تعادوا البراميز النهاردة هو في مصلحة الزمالك والاهلي ليه؟ ليه؟ النهاردة البراميز لو كان كسب بيعمل ضغط على الاهلي بكرة أمام طلاقة الجيش وبيعمل ضغط على الزمالك في مشاته اللي جاي أمام الانتاج الحربي خصوصاً خدوا بالكم قرة القدم والمنافسة يا جماعة قرة مفهاش كبير يعني قد يفوز الاهلي بالدول وقد يفوز الزمالك بالدول وده اللي احنا بنتمناه ان الزمالك يفوز بالدول لأنه الحق بالدول الحق على مدار الموسم انه هو اللي يفوز بالدول نتاج سلبية أضاع بعض النقاط الغير منطقية مثل الهزيمة من المصري غير منطقية من أوجة نظري أيضاً التعادل مع طالع الجيش غير منطقي التعادل مع المقاولين يعني حاجات منطقية أضعت نقاط كبيرة جداً حتى في مطش الأهلي كان ممكن جداً الزمالك يفوز بفرصة حميد أحداد في نهاية اللقاء فأضاع نقاط حتى الهزيمة من بيرامينز برضو من وجهة نظري يعني نقاط ضعت من الزمالك وأيضاً نقاط ضعت من الأهلي ومش عايز أتكلم على النقاط بعض النقاط اللي جابها الأهلي بس في النهاية الزمالك والأهلي بيسعوا وهم قطبي القرى المصرية لا شك عشان بس الناس اللي بتشوفني لا شك أن البيراميز فريق أضاف بقوة للدور المصري فريق خلى قيمة لمباراة أخرى غير الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي بقى في حاجة اسمها الزمالك وبيراميز الأهلي وبيراميز البيراميز والزمالك البيراميز والأهلي بقى في مباراة بيقعد الناس يتفرجوا عليها ويشوفوها ويبقوا خايفين منها سواء الأهلوية أو الزمالكوية لقيمة اللعيبة والقدرات المالية وقوة المنافسة فالنهاردة يتصدر بيراميز الدوري لكن فارق بثلاث مباريات الأهلي بكرة ممكن في حالة فوزه عطلاء الجيش يصل لنقطة 64 ويعادل رقم بيراميز ويكون فضل له ماتشين الزمالك أيضا بفوزه يعني أنا اللي أتمنى إن الزمالك يفضل يفوز ولا ينظر للآخرين يعني يفوز في ماتشاته اللي جاية وهو عنده ماتشات مهمة وماتشات مش سهلة زي ما الأهلي عنده ماتشات مش سهلة زي ما بيراميز عنده ماتشات مش سهلة لكن عنده ماتشات مهمة قد يفوز وفي النهاية قد يتعصر الأهلي قد تصبح المباراة الأخيرة ما بين الأهلي والزمالك وبقول الأهلي الأول لأن المباراة الثانية هيكون صاحبها النادي الأهلي وبالتالي قد يفوز الزمالك يكون متعدلين في النقاط يفوز ياخد الدوري